من ريف درعا معي مراسل أخبار الآن محمد الحوراني محمد مساء الخير إذن هناك تطورات أيضا غير التي ذكرت أمس فيما يتعلق واشتباكات ما زالت مندلعة فيما يتعلق بما يحدث بأحياء درعا ومحيطها لك الكلمة نعم مساء الخير اليوم كان هو الأعنف صراحة عن الأمس بالمعارك التي دارت بين فصالة جبهة الجنوبية المنظرية تعتقرفة عمليات البلدان المرصوص وقوات النظام الميليشيات المسندة له في حي المنشية محيط درعا البلد ومحيط بلدة عيمة اليوم حاولت قوات النظام منذ ساعات الصباح الأولى اقتحام عدة مناطق في درعا ولا سيمة مخيم يرموك في درعا البلد وأيضا منطقة حي طريق الساد قوات النظام كثفت من عمليات القصف على هذه الأحيان منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة حيث وصلت حصلت القذائف إلى أكثر من 82 صاروخ فيل من نوع أرض أرض وأكثر من 40 برميل متفجر الجدير بالذكر أن اليوم النظام استخدم البراميل التفجرة بمادة النابال الحارقة في أحيان درعا البلد لتمهيد مدفعي أو تمهيد جوي لقوات البرية المسندة له التي حاولت اقتحام مخيم اليارموك أو حي طريق الساد لكن بقت محاولات النظام اليوم بالفشل وما تزال اشتباكت حتى هذه اللحظة مستمرة مستمرة